اشتركوا في القناة سيب شوية افكار ناخدها في المراجعات الجزئية او المراجعات الهائية. عشان الحصص ما تبقاش طويلة وما تبقاش صعبة عليكم. المهم هناخد حوالي 11 سؤال. نبدأ بسؤال مباشر على طول. اول سؤال مدينه نقطة ميم اسمها سبعة واربعة. ونقطة نون اسمها اتنين وسالب تمانية. عايز طول ميم نون. طول ميم نون يعني البعد بين نقطة ميم ونون. قلنا البعد ممكن يجيبوه لك بتلات صور. تقول لك اوجد البعد بين ميم ونون. او طول ميم نون. واحيانا نقول لك اوجد ميم نون بس. من غير بعد ولا طول. المهم هو عايز طول ميم نون فهنجيب البعد بين ميم ونون. فقول له ميم نون بتساوي. قانون البعد جزر فرج السنات تربيع زيت فرج الصدات تربيع. وفي قانون البعد بنترح. اما في المنتصب بنجمع. نطرح السنات. السبعة والاتنين يبقى نقول سبعة ناجس اتنين. الصدات اربعة وسالب تمانية يبقى نقول اربعة ناجس سالب تمانية. سالبين واربعد سالب سالب بموجة. تعال نطرح ونجمع. ننزل الجزر. سبعة نطرح اتنين خمسة. خمسة تربيع بخمسة وعشرين. اربعة وتمانية اتناشر. اتناشر تربيع بمية اربعة وربعين. هنجمع وعا كده نجيب الجزر. خمسة وعشرين ومية اربعة وربعين يبقى مية تسعة وستين. جزر المية تسعة وستين يساوي تلتاشر. البطول ميم نون هيساوي تلتاشر واحد الطول. دي مباشرة. السؤال التاني مدينو مربع اسمو ال اتنين وسلب تلاتة ونقطة تلاتة واحد. عايز مساحته. عايز مساحة مربع. قانون مساحت المربع طول الضلع في نفسه. اذا هنجيب طول الضلع ونضربه في نفسه. ممكن نستعين بالرسم. مربع اسمو ال بي جي مدال. هجيب اي ضلع في الاربع دول واضربه في نفسه. اختار انه ضل ممكن نجيب ال بي. مش معنى ال بي عشان هو مدينو نقطة الف ونقطة ده. عشان اجيب المساحة هنجيب في الاول طول الضلع الف به. قانون البعد. طالما قلنا طول يبقى بعد على طول. فرج السينات تربيق زاد فرج الصدات تربيق. السينات سلب اتنين وتلاتة. ممكن نبدأ بالتلاتة عشان ما تطلع لناس سوالب. او تبدأ باي حاجة براحت. اقول تلاتة ناغل سلب اتنين. تلاتة ناغل سلب اتنين يعني زاد اتنين. الصدات. واحد ناغل سلب تلاتة. واحد ناغل سلب تلاتة يعني زاد تلاتة. اول ما نقول ناغل سلب يبقى موجب على طول. هنجمع تلاتة واتنين خمسة. خمسة تربيق خمسة وعشرين. زاد. واحد وتلاتة اربعة. اربعة تربيع بستاشر. هنجمع ستاشر زاد خمسة وعشرين هتساوي واحد واربعين. والواحد واربعين ملهات جزر. يبقى طول الضلع طلع بجزر واحد واربعين. احنا عايزين المساحة. قانون المساحة طول الضلع في نفسه. يعني هادرب جازر واحد واربعين في جازر واحد واربعين. اي جازر تضربه في نفسه يديك العدد اللي تحت الجازر. في الاخر هتساوي واحد واربعين. احنا جبنا طول الضلع من قانون البعد وضربنا في نفسه. مساحة طلعت واحد واربعين وحدة مربعة. السؤال الثالث. بديني دائرة مركزها سبعة واربعة. وتمر بالنقطة تلاتة واحد. عايز مساحة الدائرة. لازم نكون حافظين القوانين. مساحة الدائرة باي نق تربيه. باي نق تربيه. اما المحيط اتنين باي نق. عشان نجيب المساحة لازم يكون عند نق. اللي هو طول نص القطر. نص القطر اللي هو المسافة او البعد بين المركز واي نقطة على الدايرة. القطع دي اسمع نص القطر. بنجيب البعد بين المركز ونقطة. وهو الراجل مدين المركز ومدينه النقطة. ايبا انا هجيب البعد بينهم. ايبا في الاول احنا هنجيب طول نص القطر. طول يعني البعد بين المركز والنقطة اللي مدهالي. فرج السينات تربيه زيت فرج الصدات تربيه. السينات السبعة والتلاتة. ايبا سبعة ناجس تلاتة. الصدات اللي هم اللي الواحد. باربع ناجس واحد. نطرح. سبع ناجس ثلاثة اربعة. تربيع ب ستاشر. اربع ناجس واحد تلاتة. تلاتة تربيع بتسعة. هنجمع ستاشر وتسعة خمسة وعشرين. وجازر الخمسة وعشرين يساوي خمسة. تبقى طول نص القطر بخمسة. نعوض في القانون. باي نق تربيع. في الاول احنا هننزل الباي. ممكن تعوض عنها باتنين وعشرين على السبعة وممكن تنزلها زي ما هي. في نق تربيع. نص القطر جبناه بخمسة. الرباحة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. نضربهم في بعض. خمسة وعشرين في باي بخمسة وعشرين باي. تبقى مساحة الدايرة خمسة وعشرين باي. دايما بنستخدم قانون البعد لما يطلب مني اطوار. زي طول ضلق. او طول نص القطر. او طول قطعة مستقيمة. طالما طالب منك طولي. بقى انت تعرف انك هتستخدم قانون البعد. ندخل في السؤال الرابع. السؤال الرابع مديني نقطتين نقطة سمع مين بخمسة وسلب واحد. ونقطة سمع نوم بسلب واحد وسبعة. عايز احداثي منتصف ممنون. المرة ده عايز منتصف. يبقى نطبق في قانون المنتصف. قانون المنتصف اللي هو مجموع السينات على اتنين. ومجموع الصدات على اتنين. وفي المنتصف بنجمع. اما في البعد بنطرح. وطالما هنجمع مفيش تغيير الاشارات. مجرد هتنزل السينات جنب بعض والصدات جنب بعض. السينات اللي هم خمسة وسلب واحد. والخمسة نقص واحد. صدات سلب واحد ومجب سبعة. بسالب واحد زائد سبعة. تعال نجمع ونطرح. خمسة نقص واحد اربعة. اربعة على اتنين فيها الاتنين. سالب واحد زائد سبعة ستة. ستة على الاتنين فيها التلاتة. البحة ده سيايا منتصف منون هيساوي اتنين وتلاتة. السؤال الخامس. مديني اربع نقط. نقطة اسمع الف وباه وجي مدال. بيقول اللي اربع نقط دول على استقامة واحدة. يعني موجودين على خط مستقيم واحد جنب بعض يوم. لكن ميديك ان قلب ده يساوي بيه جيم يساوي جيم ده. المسافة بينهم متساوية. وعندنا نقطة الف اسمع واحد وثلاثة ونقطة جيم خمسة واحد. عايز احدى سيايا نقطة ده ونقطة ده. طب الرسمة ممكن يوضحها شوية. احنا عندنا اربع نقط على استقامة واحدة. يعني اربع نقط على نفس الخط. لكن المسافة بينهم متساوية. انا ممكن احط هنا نقطة الف وهنا نقطة ب وهنا نقطة جيم وهنا نقطة ده. هده اربع نقط على استقامة واحدة. ميديك ان قلب بيه يساوي بيه جيم يساوي جيم ده. تلات مسافات دول متساوية. كمان ميدينا نقطة الف اسمع واحد وثلاثة. ممكن نكتب جنبها واحد وثلاثة. نقطة جيم خمسة واحد. نكتب جنبها خمسة واحد. فطالب مني نقطة بيه ونقطة ده. عايزين نقطة بيه ونقطة ده. طب نقطة بيه مباشرة وسعلا. هي نقطة بيه في منتصف الف وجين. بيه في نص الف وجين. يبقى ان نقدر نجيبها من قانون المنتصف. هجيب منتصف الف جين. تبقى في الاول نقطة بيه دي. هنجيبها من منتصف الف جين. مجموع السينات على اتنين. ومجموع الصادات على اتنين. السينات اللي هم واحد وخمسة. تبقى واحد زاد خمسة على الاتنين. الصادات اللي هم تلاتة واحد. تبقى تلاتة زاد واحد على الاتنين. نجمع واحد وخمسة ستة. ستة على الاتنين فالتلاتة. الصادات تلاتة واحد اربعة. اربعة الاثنين فيها الاثنين. يبقى نقطة ده احداسياتها تلاتة واثنين. كده جيبنا اقول مطلوب. تاني مطلوب عايز نقطة دال. طيب دال مش في المنتصف. تدال نقطة موجودة عالطرف. طب اجيبها ازاي? اقدر اجيبها من النقطة اللي في المنتصف. فين النقطة اللي في المنتصف هنا اللي هي نقطة جيم. جيم تعتبر في منتصف باهو دال. نقطة في نص بهو دال. فانقدر اجيب نقطة دال من نقطة اللي هي في المنتصف. هنسمها في الاول اي اسم هنسمها سينه صوت? هجيبها منين هنجيبها من نقطة. انا عندي في منتصف 별. نقطة اللي هي نقطة المنتصف دي من الدهال وجهزة. كان من الدهالنا خمسة واحد. طالما مديني المنتصف يبدع بيها. اقول له خمسة واحد بتساوي. منتصب به دال. فهنجيب منتصب به ودال. القانون المنتصف. مجموع السنات على اتنين. ومجموع الصداط على اتنين. هنجمع السنات في به ودال. تلاتة زائد سين. بتلاتة زائد سين على اتنين. الصداط اتنين زائد صاد. اتنين زائد صاد على اتنين. احنا كان عندنا نقطة جيم في منتصب به دال. نقطة جيم نفسها كامل دال خمسة واحد. وجبنا منتصب به دل بالقانون. كده عندي زوجين سابعة. فانساوي المثقة الاول بالاول والتاني بالتاني. بتاع نكسم الصفحة نساوي المثقة الاول بالاول. المثقة الاول اللي هو تلاتة زج sustainability على الاتنين. ن usefulي بالاول هنا اللي هو الخمسة. والمثقة التاني اللي هو اتنين زجاج صاد على الاتنين. نساوي بالمثقة التاني اللي هو الواحد. عشان نجيب السينه نعمل مجس خمسه اعتبر مقامها واحد ثلاثة زات سين في واحد تنزل زل زي مهيدة ثلاثة زات سين واتنين في خمسة بعمشه هاود المجتب 3 الناحية التانية بعكس الإشارة البيسين بتساوي عشرة نقص ثلاثة بتساوي سبعة دي قيمة السين نفس النظام في الصاد الواحد اعتبر مقامه واحد اتنين زا wooden صاد في واحد يبعينها اتنين زاVIN صاد واحد في اتنين باتنين هود الاتنين الناحط تانية بعكس الاشارة البساط بتساوي اتنين ناقص اتنين بتساوي صفر كده نقدر نجيب نقطة دال احنا سمناها سين وصد السين بسبعة وصد بصفر ابقى نقطة دال اللي عايزها تساوي سبعة وصفر وزي ما قولنا في الحصص حاول ترسم الرسم بيسهل عليك الحل شوية ندخل في السؤال السادس السؤال السادس من المسألة الحلوة رابط لك فيها درس البعد بدرس المنتصف هنستخدم فيها الدرسين مع بعض بيقول لي اثبت ان النقطة الف وبه وجين هي رؤوس مسلس متساوي الصقين رأسه الف بيديك تلت نقطة نقطة سمع الف ونقطة سمع به ونقطة سمع جين وعايز يثبت ان النقطة دي رؤوس مسلس متساوي الصقين طب احنا عارفين ان المسلس متساوي الصقين فيه ضلعين يصاوي بعض فيه طول ضلعين يصاوي بعض فأنا عشان أثبت أن هو مسلس متساوي السقين هجيب البعد بين ألف وبي والبعد بين ألف وجين والبعد بين بي وجين لازم يطلع ضلعين يصاوي بعض وهم سهلة عليك كمان بيقول لك مسلس متساوي السقين رأسه ألف الرأس بتاعتنا ألف يبقى السقين اللي هم ألف بي وألف جين ممكن يجيب الضلعين دول بس هنجيبهم ولو طلعوا يصاوي بعض يبقى المسلس ده متساوي السقين يبقى كل اللي هنعمله هنجيب البعد بين ألف وب والبعد بين ألف وجين نجيب طول ألف ب وطول ألف جين بقانون البعد فرج السناء التربيع زاد فرج الصداء التربيع هذا نقطة ألف ونقطة ب السناء سالب 3 ناجز 3 وممكن نبدأ بالتلات عشان ما اطلعش سالب هنقول 3 ناجز سالب 3 3 ناجز سالب 3 يعني زاد 3 الصداء 4 ناجز 0 3 و 3 6 6 تربيع ب 36 4 ناجز 0 4 تربيع ب 16 هنجمع دول 36 و 16 هيتساوي 52 يبقى طول الضلع الأول سوا جازر 52 هنجيب طول الضلع الثاني اللي هو ألف جين هنجيب البعد بين ألف وجين نطرح السناء 1 ناجز سالب 3 1 ناجز سالب 3 يعني زاد 3 سوا ينبقى المثلس ده متساوي السقي اقول له بما ان الضلع ألف ب ساوى الضلع ألف جين اذا المثلس ألف به جين متساوي السقي ده المطلوب الأول المطلوب التاني بيقول لي سمى أوشد طول القطع المستقيمة المرسومة من ألف وعمودية على بيه جين بتاعنا نرسل القطع المستقيمة المرسومة من ألف وعمودية على بيه جين بتاعنا نرسمها هنجز القطع من ألف وعمودية على بيه جين هو عايز طول القطع اللي احنا رسمناها دي بتاعنا نسمى النقطة ده ياسم نسميها ده المثل وجلنا القطع دي عمودية هو عايز طول ألف دال طول ألف دال يعني البعد بين نقطة ألف ونقطة دال نقطة ألف هو كان من دهال في المسألة كان من دهال سلب 3 وصفر لكن ما عنديش نقطة دال لازم نجيب نقطة دال الأول عشان نجيب البعد بين ألف ودال أو طول ألف دال هجيبها منين نقطة دال هو ده مسلس متساوي السقي و ألف دال عمودة على القاعدة خدنا نتيجة في تاني اعدادة في المثلث متساوث سقين لو نزلنا منه عمود العمود ده بينصف القاعدة والكلام ده في المثلث متساوث سقين بس اي مسلث متساوث سقين نزل عمود من الرأس العمود ده بينصف القاعدة يعني دال هتكون في منتصف بيه وجين يبقى احنا نجيب نقطة دال من منتصف بيه جين لو عايز تكتبها بالخطوات هنقوله في الاول ان احنا عندنا مسلث متساوث سقين والمثلث ده في عمود الف دال عمودي على بيه جين طالما مسلث متساوث سقين وفي عمود العمود ده بينصف القاعدة يعني دال هتكون في منتصف بيه جين دي نتيجة تانية اعدادة نجيب نقطة دال من المنتصف مجموع السنات على اثنين ومجموع الصدات على اثنين هنجيب منتصف بيه وجين هده نقطة بيه وده نقطة جين نجيب لها المنتصف نجمع السناد 3 و 1 يبقى 3 زاد 1 على 2 صداد 4 وسالب 6 ينزلوا جنب بعض 4 ناقل 6 على 2 3 و 1 أربعة 4 على 2 فيها الاتنين 4 ناقل 6 سالب 2 سالب 2 على 2 فيها السالب 1 يبقى نقطة دال اسمها 2 وسالب 1 هو عايز طول القطعة ألف دال يعني هنجيب البعد بين ألف و دال ده اللي جبناها اسمها 2 وسالب 1 و ألف عندنا فوق كان اسمها سالب 3 و 0 فاحنا هنجيب البعد بينهم اللي هفرج السناد تربيع زاد فرج الصداد تربيع خلي عينيك على ألف و دال السناد سالب 3 ناقل 6 2 سالب 3 ناقل 6 2 تربيع الصداد 0 ناقل 6 سالب 1 0 ناقل 6 سالب 1 يعني زائد 1 ده كده اللي هو البعد بين ألف و دال أو طول ألف دال نجمعه نطرح سالب 3 ناقل 6 2 سالب 5 تربيع ب 25 صفر و 1 هو الواحد تربيع ب 1 25 زائد 1 يعني زائد 6 و 20 يبقى طول ألف دال أو البعد بين ألف و دال يسوي 26 وحدة طول هتلاقينا في المسألة دي في القهوة واستخدمنا قانون البعد عشان نثبت نوام ثلث متساوي الساقي بعد كده استخدمنا المنتصف عشان نجيب نقطة دال بعد كده رجعنا استخدمنا البعد عشان نجيب طول ألف دال ندخل في السؤال السابع السؤال السابع يعتبر مسألتين في بعض وهنستخدم برضو فيهم المنتصف والبعد السؤال الأول أو المطلوب الأول بيقول لي إثبت أن النقط ألف و باه و جين هي رؤوس مسلس منفارج الزاوية في باه عايز إثبت أن الثلاث نقط دول مسلس منفارج ممكن نكتب هنا ألف وهنا باه وهنا جين عشان تعرف نوع أي مسلس بالنسبة لزوايا لازم تبعارف الثلاث ملخوزات اللي قلناهم في التعرف على نوع المسلس كنا بنقول لو عندك ضل يساوي ضلعين إبا المسلس ده قائم ضلع طلح كبير عن الضلعين إبا المسلس منفارج ضلع طلح صغير عن الضلعين إبا المسلس حات سطبعا الضلع تربيع بالربع الضلع وبالربع الضلعين يساوي قائم أكبر منفارج أصغر حات وهنا عايز يثبت أنه مسلس منفارج إبا لازم ضل يطلع أكبر من طول الضلعين أول خطوة هنجيب طول الأضلاء هجيب طول ألف به وطول به جيم وطول ألف جيم هنجيب الطول إزاي عن طريق قانون البعد هبقى في الأول هنجيب البعد بين ألف و به والبعد بين به وجيم والبعد بين ألف وجيم على السريع ألف و به فرج السناء التربيع زيت فرج الصداد التربيع 5 ناقص 3 الصداد 3 ناقص سلب 2 يعني تلاتة زاد اتنين. خمسة نقص تلاتة اتنين. تربيع باربعة. تلاتة واتنين خمسة. تربيع بخمسة وعشرين. هتجمع اربعة وخمسة وعشرين سوى تسعة وعشرين. ابقى اول ضلع سياوة جزر تسعة وعشرين. نجيب تنضل بيه وجين. هنجيب البعد بين بيه وجين. تلاتة نقص سلب اتنين. يعني تلاتة زاد اتنين. كل تربيع. صدر. سلب اتنين نقص سلب اربعة. سلب اتنين نقص سلب اربعة يعني زاد اربعة. كل تربيع. نجمع ونترح. تلاتة واتنين خمسة. تربيع بخمسة وعشرين. سلب اتنين زاد اربعة باتنين. اتنين تربيع باربعة. هتجمع خمسة وعشرين زاد اربعة سوى تسعة وعشرين. بتانا ضلع سوى جزر تسعة وعشرين. هنجيب اخر اللي هو الف جيم. ادي الف و ادي جيم. السينات خمسة ناقص سلب اثنين يعني خمسة زاد اثنين كل تربيه. تلاتة ناقص سلب اربعة بتلاتة زاد اربعة كل تربيه. نجمعونا طرح. خمسة واتنين سبعة تربية بتسعة واربعين. تلاتة واربعة سبعة تربية برضو بتسعة وتسعة واربعين وتسعة واربعين يسيقى وتمانية وتسعين. ابا الضلع التالت سوا جازر تمانية وتسعين. ازاي يعرفوا انه مسلس مفرج بنمسك اكبر ضلع والربعوا. اكبر ضلع اللي هو التمانية وتسعين. عكده بنمسك الضلعين الصغيرين نربحهم ونجمعهم. تعال نبدأ بالضلع الكبير اللي هو كان اسمه الف جيم. بقوله الف جيم تربيه. جازر تمانية وتسعين دي هنربحها. جازر تمانية وتسعين هنربحها. التربيع بيلغلك الجازر هيتفضلك تمانية وتسعين. ده كده مربع الضلع الكبير. هنمسك الضلعين الصغيرين اللي هما يسمهم عالب وبه جيم. عالب بي تربيه زيت بيه جين تربيه. لما نربع جازر pada 29 هيتفضلك العدد اللي تحت الجازر اللي هو تسع وعشرين. زال. نربع جازر التسع وعشرين التاني هتساوي تسعة وعشرين بارا. هنجمعكم. تسعة وعشرين وتسعة وعشرين يساوي تمانية وخمسين. اخر خطوة هتقارن بين الضل وبين الضلعين. دي تمانية وتسعين ودي تمانية وخمسين. يعني كده الضل طلح كبير عن الضلعين. طالما ضلع الوحدي طلح كبير عن الضلعين بل المسلس ده منفرج. زي ما قولت ده في التعرف على نوع المسلس الدرس الخدناف تاني عدالي. بفي الاخر نقول له طالما الضلع الف جيم تربيق. طلح كبير عن الضلعين اللي هم الف ب. وبه جيم. اذا المسلس الف به جيم منفرج الزاوية. منفرج في مين? منفرج في ب. او نقدر نعرفها من الضلع الكبير. الضلع الكبير اسمه الف جيم. يبقى نقصنا حرف ال ب. ده كده المطلوب الاول. اثبتنا ان المسلس منفرج. المطلوب التاني اعتبر سؤال تاني الوحدة خالص. بيقول لي ثم اوجد احداث ونقطة دال التي تجعل الشكل قلب به جيم دال معين. بتاع نمسح الكلام ده عشان يبقى فيه مكان للحل. اعتبر ان المطلوب ده مسألة تاني الوحدة خالص. واعتبر مديني ثلاث نقطة نقطة الف ونقطة ده ونقطة جيم. عايز نقطة رابعة اسمها دال اللي تخليلي الشكل قلب به جيم دال معين. يبقى احنا عندنا المعين اسمه قلب به جيم دال. هو مديك الف وبه وجيم. لكن ما نعرفش نقطة دال بكام. ممكن نكتب النقطة عندها. الف كان مدهالي خمسة وتلاتة. وبه مدهالي ثلاثة وسلب اثنين. وجيم مدهالي سلب اثنين وسلب اربعة. لكن عايزين مقطة دال. جلنا في الحصة في متوازل اضلاع وحالاته. لما المعين والمستطيل المربع. لو مديك ثلاث نقطة وعايزوا النقطة الرابعة بتجيبها من منتصف القطرين. لان من خواص الاشكال دي ان القطران ينصف كل من هما الاخر. معناها ان منتصف الف جيم لازم يساوي منتصف به دال. فكل اللي هنعمله هنجيب منتصف الف جيم من قانون المنتصف. ومنتصف به دال ونساوي ببعض. تبدال دي مش عندنا اصلا فاحنا ممكن نسميها سين وصاد. يبقى كل اللي هنعمله هنجيب منتصف القطر الاول اللي هو الف جيم ومنتصف القطر التاني اللي هو به دال ونساوي ببعض. دي جبناها منين? جبناها من خواص المعين. من القطران ونصف كل من هما الاخر. هنجيب في الاول منتصف الف جيم. قانون المنتصف مجموع السنات على اثنين ومجموع الصداط على اثنين. قد نقطة الف ونقطة جيم نجيب له منتصف. خمسة وسالب اثنين. خمسة نقص اثنين على اثنين. صداط. تلاتة نقص اربعة. تلاتة نقص اربعة على اثنين. خمسة نقص اثنين تلاتة. تلاتة على اثنين ما تجبلش الجسم. ما تنزل زي ما هي. تلاتة نقص اربعة سالب واحد على اثنين. دي كده منتصف الف جيم. خطوة تانية نجيب منتصف القطر التاني وهو بهدال. برضو من قانون المنتصف. مجموع السنات على اتنين ومجموع الصداط على اتنين. ادي به ودي دال. هنقول تلاتة زات سين. تلاتة زات سين على اتنين. صداط سلب اتنين زات صاد. سلب اتنين زات صاد على اتنين. دي كده منتصب بهدال. هنعمل لهم المنتصفين دول هساقوم ببعض. طب عشان نختصر خطوة احنا هنساوي المسقط الاول بالاول والمسقط التاني بالتاني على طول. يعني نقول له تلاتة زات سين على اتنين. هنساوي بالمسقط الاول هنا اللي هو تلاتة على اتنين. ونساوي المسقط التاني اللي هو سالب اتنين زات صاد على اتنين. نساوي بالمسقط التاني هنا اللي هو سالب نص. عشان نجيب السين والصاد بنضرب مجس. او ممكن هنا اختصارا ممكن نقول عشان المقام يساوي المقام ازا البسط يساوي البسط. يعني هنساوي البسطين ببعض. تلاتة زات سين تساوي تلاتة. ودي التلاتة الناحية التانية بعكس الاشارة. يبقى السين بتساوي تلاتة ناغز تلاتة بصفر. هنا برضو. المقام يساوي المقام اذا البسط يساوي البسط. يبقى سلب اتنين زاد صاد يساوي سلب واحد. ان ودي السلب اتنين الناحية التانية بعكس الاشارة هتبقى موجة باتنين. يبقى صاد بتساوي سلب واحد وموجة باتنين بتساوي واحد. نقطة ده كنا مساملينها سين وصوت. السين بصفر والصوت بواحد. ابقى نقطة ده اللي هو عايزها تساوي صفر وواحد. فلما يدينا تلات نقطة وعايز النقطة الرابعة بنجيبها من منتصف القطرين. هندخل في اخر فكرة. اخر فكرة معانا ودي من الافكار المهمة. هناخد عليها اربع مسال. هحل للك منهم مسالتين واسبك تحل مسالتين لوحدين. بس قبل ما نحلها هفكرك بحاجة بس خدناها في تاني اعدادة. لما يكونوا عندي معادلة اسماسين تربيع بتساوي تسعة. وعايز تجيب قيمة السين. اللي مدايج السين هنا التربيع. قلنا عشان تلغى التربيع بتجيب الجزر. بنلغى التربيع بالجزر. ابقيمة السين بتساوي جزر التسعة. وعشان دي معادلة تربعية لازم نحط موجب او سالب. ابقيمة السين هتساوي موجب او سالب تلاتة. طب العكس لو المعادلة فيها جزر. جزر يسيني سوي خمسة. وعايزين قيمة السين. اللي مدايج السين هنا الجزر. من اللي يشيل الجزر? اللي يلغي لك الجزر التربيع. التربيع بيأكل الجزر. بس زي ما هتربع طرف لازم تربع الطرف التاني كمان. اسمع بتربيع الطرفين. بفحشة تربع طرف وتسيب الطرف التاني. هحط هنا تربيع وهنا تربيع. التربيع هيلغي لك الجزر. هيتوضلك سين بس. ولما تربع الخمسة بتساوي خمسة وعشرين. يبقى اوما الفكرتين عكس بعض. لو عايز تشيل التربيع هتتجزر. لو عايز تشيل الجزر حط تربيع. التربيع عكس الجزر. طيب تعاني بدأ نحل في المسائل. السؤال التامن. بيقول لي ازا كان البعد بين النقطتين الف وسابعة وسالب اتنين وتلاتة يسوي خمسة. عايز قيمة الف. طيب. هو ما اديك البعد بين النقطتين دول يسوي خمسة. عايز منهم قيمة الالف. فانا هجيب البعد بين النقطتين دول واسوهم بخمسة. هنعرف نجيب قيمة الالف. تعاني نجيب البعد بين النقطتين دول بقانون البعد. فرج السنات تربيع زاد فرج الصدات تربيع. السنات الف ناقص سالب اتنين. يعني الف زاد اتنين. الصدات سبعة ناقص تلاتة. كل تربيع. فمديك البعد بين النقطتين دول يسوي خمسة. فهنا هسويهم بخمسة. تعاني خلص الجزر الاول. هننزل الجزر زي ما هو. الف زاد اتنين ما ينجمعوش. فحتي تجمع رمز معركة. فعايز الالقص ده زي ما هو. الف زاد اتنين تربيع. زاد. سبعة مغز تلاتة اربعة. اربعة تربيع بستاشر. ونسويهم بخمسة. كده اصبح عنده معادلة. عايزة اجيبني هنا قيمة الالف. شوف مين اللي مدايجت في المعادلة الاول. انا اللي مدايجني في الاول الجزر ده. ازاي يخلص من الجزر بالتربيع. التربيع يلغلك الجزر. طب هتربع الطرف ده ولا الطرف ده? احنا هربع الترفية. عشان هلغي الجزر ده بنقول له بتربيع الترفية. يعني الطرف الاول هحطه فجيه تربيع والطرف التاني برضه هحطه فجيه تربيع. تعال ربع. التربيع هلغلك الجزر. تفضلك الحاجات اللي تحت الجزر بس اللي هو الف زاد اثنين كل تربيع زاد ستاشر ولما تربع الخمسة هتساوي خمسة وعشرين بحنا ربعنا الطرفين عشان نشيل الجزر الخطوة التانية ممكن نخلص من الستاشر الستاشر هنودها الناحي التانية بعكس الاشار كده كده القصده يفضل معك لاخر المسألة هنزل القصده هو الف زاد اثنين تربيع يساوي الستاشر تروح بعكس الاشار هتبى سالب ستاشر خمسة وعشرين نقص ستاشر بتساوي تسعة فالمعادلة بعد ما صفناها بقت الف زاد اثنين تربيع يساوي تسعة من اللي مدهيجني اللي مدهيجني هنا التربيع ازاي بنخلص من التربيع بشيله واجيب الجزر التربيعي هجيب الجزر التربيع للتسعة هنزل القصده يمهو الف زاد اثنين يساوي هنجيب الجزر التربيع للتسعة جزر التسعة بتساوي تلات سوئنا في المعادلة التربعية لازم تحطه موجب او سالب كده اعتبر خلصنا المعادلة بتساوي الف زاد اتنين بتساوي موجب او سالب تلاتة هنقسم الصفحة نصية الالف زاد اتنين دي هساويها مرة بموجب تلاتة ومرة بسالب تلاتة يعني تبقى كده الف زاد اتنين نساويها مرة بموجب تلاتة والف زاد اتنين دي هنساويها مرة بسالب تلاتة ونحل كل معادلة الوحدية هنود الموجب اتنين الناحية الثاني بعكس الاشهار ابقالف بتساوي 3 ناقص 2 بتساوي واحد هنود الاتنين الناحية الثاني بعكس الاشهار ابقالف بتساوي سالب 3 ناقص 2 هتساوي سالب 5 ابقالف اللي هو عايزة لها قمتين تنفع واحد وتنفع سالب 5 فكرة المثلة كان مديك البعد بين المكتوتين دول يساوي 5 فانجبت البعد بين المكتوتين وساوته بالخمس كان مدعيجني الجزر فربعت تربيعي لغلاق الجزر وهنا كان مدى يجني التربيع فجبنا الجزر جبنا جزر التسعة بس في الجزر التربيعي لازم تحط موجب او سالب لما تكون معادلة سوانها مرة بالموجب ومرة بالسالب هناخد واحدة زيها بالضبط عشان تتعود عليها نفس الفكرة بس اختلاف الارقام بيقول لي اذا كان بعد النقطة سين وخمسة عن النقطة ستة واحد البعد بين النقطتين دول يساوي اتنين جزر خمسة عايز قمة السين كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب البعد بين النقطتين دول ونساقهم باتنين جزر خمسة زي ما جايل هنجيب البعد بين النقطتين بالقانون فرج السيناء التربيع زياد فرج الصداء التربيع نطرح السيناء سين ناقص ستة الصداء خمسة ناقص واحد والكلام ده هنساوي باتنين جزر خمسة عشان هم يديني البعد باتنين جزر خمسة طعم خلص اللي تحت الجزر هنجمع او نطرح سين ناجس ستة ما ينترحوش تنزل زي مهي قصدة هنزل معي لاخر المسألة خمسة ناجس واحد اربعة اربعة تربيع بستاشر هنسويها باتنين جزر خمسة شوف مين اللي مداجك في المعادنة اللي مداجك هنا الجزر عشان تخلص من الجزر هنربع هنربع الطرف الايمن والربع الطرف الايصر لتربيع الطرفين تربيع يلغلك الجزر هتفضلك اللي تحت الجزر بس اللي هو سين ناجس ستة تربيع زاد ستاشر هنربع الطرف التاني لما تربع ربع الاتنين الوحدي هو الجزر الوحدي تربع الاتنين باربعة وربع الجزر خمسة بخمسة الجزر لما الربع يديني العدد اللي تحت الجزر لو ضربت اربعة في خمسة هتساوي عشرين او ممكن تكتب بالقالة 2 جزر 5 تربيع هتطلع لك 20 اصبحت معادلة عادية عايزين نخلص من ال 16 هنوديها الناحة التانية بعكس الاشار هنزل الفوز ده زي ما هو C نقص 6 تربيع يساوي ال 16 هتروح الناحة التانية تبسل في 16 20 نقص 16 يساوي 4 بقى تسين نقص 6 تربيع ساوي 4 اخر خطوة نخلص منها التربيع ازاي بنخلص من التربيع بلغي واجيب الجزر التربيع هنزل سين نقص 6 بتساوي الجزر التربيع للاربع بتساوي 2 السيدة عشان معادلة تربعية بمحط موجب او سالب كده اعتبر خلصنا السين نقص 6 دي هساويها مرة بموجب اتنين ومرة بسالب اتنين تبسين نقص 6 هتساوي مرة موجب اتنين وسين نقص 6 هتساوي مرة سالب اتنين نحل كل معادلة لوحدية السالب 6 تروح بعكس الاشار تبسين بتساوي سالب اتنين وموجب 6 يساوي موجب اربعة السين تنفع كمتين تنفع تمانية وتنفع اربعة بقوله اذا سين بتساوي تمانية او اربعة هناخد اخر مسالتين السؤال ده واللي بعديه نفس الفكرة هقول بدايته بس واسبك تكمله برضو مديك البعد بين النقطتين ألف وسبعة وثلاثة ألف موجب واحد وخمسة يساوي تلتاشر عايز منهم قيمة ألف هنجيب البعد بين النقطتين دول ونساويهم بتلتاشر من قانون البعد فرج السيناء التربيع زات فرج الصداء التربيع السينة الأولى اسمها ألف والسينة التانية اسمها تلاتة ألف موجب واحد الأفضل لما تجي تطرح ده حد وده مجدار ابدأ بالمجدار اللي هو الكبير عشان ما يحصلش معاك مشاكل في الإشارات إبا هنبدأ بالمجدار اللي هو الكبير هنقول تلاتة ألف ناقص واحد هتطرحها من السينة التانية اللي هي ناقص ألف الصداء هنطرح خمسة ناقص سبعة والكلام ده هنسويه بـ 13 تعال نخلص اللي تحت الجزر هنزل الجزر ونطرح هنا فيه ألفات زي بعض أقدر أطرحهم تلاتة ألف ناقص ألف هتبه اتنين ألف السلب واحد ده ينزل زي مهوة منفحش تطرح الرمز من الرقم طرحت الألف من الألف ونزلت السلب واحد زي مهوة الصداء خمسة ناقص سبعة أفكاد ينبى فروض سلب خمسة أنا اكتبها غلط سلب خمسة ناقص سبعة تبه سلب اتناشر سلب اتناشر تربيع يبه مية أربعة أربعية ونسوهم في الآخر بـ 13 بعد ما وصلت للخطوة دي تقدر تعمل زي المسألة اللي فاتت اللي مداجة كانت جزر عشان تخلص من الجزر هتربع الطرفين بعكد تحل المعادلة عادي هسيبك تحلها بعكد ندخل في السؤال الأخير آخر سؤال برضو هقولك فكرتو هسيبك تحلو نفس الفكرة الديكت مرة دي تلت نقط نقطة ألف سمع سين وتلات بيه سمع تلاتة واثنين جيم بخمسة واح وبيقولك وكانت ألف بيه تساوي بيه جيم عايز منهم قيمة سين لغز السؤال هنا ألف بيه يساوي بيه جيم يعني البعد بين ألف وبيه يساوي البعد بين بيه وجيم قلنا لما يديك ألف بيه بس يعني طول ألف بيه أو البعد بين ألف وبيه بيه جيم بس يعني طول بيه جيم أو البعد بين بيه وجيم يبقى كل اللي هتعملوا هتجيب البعد بين ألف وبيه والبعد بين بيه وجيم وتساويهم ببعض هنجيب طول أو البعد بين ألف وبيه وجيم ونساويهم ببعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة